السلام أهلا وسهلا بكم في موعد الجمعة من الو إفم سبيسيال راديو كمبس كل عدة من طوال 4 جولة في عالم الدراسة الجامعية مرحب بكم هذي الو إفم سبيسيال راديو كمبس إنتو mتسمعوا في الو إفم سبيسيال راديو كمبس سaison 3 كل خميس أو جماع على إفم أحلى راديو كل عدة تسمعون راديو وراء تابعون على الشكل يوتوب بي فم تيفي مرحب بكم اليوم نزوكم في جولة لعشرات الدول نجمو قول وعشرات الدول اللي بشيكونوا حاضرين إن شاء الله في موعد طليبي هم جدا بشيكون ايمة 4 و 5 مارس 4 مارس في تونس العاصمة و 5 مارس في صفيقس لسالون دوريونتشان و ديز اتودالي ترانجي صلونا توجيها الجيمعي و ديراسة في الخارج اللي بشتنظمو استجان إيبنت بشاركة من عدد كبير ملي پرتونيغ متاح اللي جوستوش كونو حاضرين معانا بعض شويم عبر الهاتف بشن نهزوكم التركيا للبولونيا للإمارات المتحدة نهزوكم لإسبانيا نهزوكم فكرة على لپرتونيغ متاع استجان و أيضا وخاصة تن التفاصيل بشتكون علي صلونا هذي شنو وفيك فاش نجمو تشيركو شنو ولل هدف متاعو سعيد جدا بشي رفقني تلت الحوار سي محمد الهمندي شارجي ديفلوبون كوميرسيال في استوديون إيفانت سعسلام سي محمد نوارت مرحب بيك و مرحب بيك و مرحب بيك و مرحب بيك و الناس اللي تسمع فينا إن شاء الله اليوم نعطيهم دي تايبهين كنسرنو التوجيه الجامعي كما قلتنتي فالا اليوم ديجا مقبل ما ندخلو نتعرفو أكثر على استوديان إيفانت سبتبيعه دونك التاريخ جيد جدا لاختيار دونك لدات ديما ننمشي في اللي دي تايه هذو ما أربع و خمسة مارس في وسط سنة دراسية خاصة بنسبة لعبادة اللي مازالت خلينا قولو مثلا بنسبة لتليمذا اللي مازالوا مختاروش لأنه بيش يكون في دوفولة فما التوجيه وفما الدراسة دونك بالخارج الاختيار كان مقصود أن يكون في في أول يعني في فترة حساسة جدا يعني خلينا نقوله فترة لي كل واحد بيش يبدأ حايرة شو بيش نعمل كانوا عامل ليسان سنيني المستير اللي بيش نعملها قربة النتائج بنسبة الجميع اللي قرأوا الباك ولا لزليف كيف كيف قربة الفترة الهيما متاع أنه بيش يختار توجيه مقصود اختيار الدات هذي يا طو تافيه دونك هذا ديجا مقصود فما حاجت اللي كيمقولت انتف لو برشا مو جو دين عند الالتوديان ولا عند التلميذ معنى بسي فعام ولا ميم حتى عند لپاران معنى طنق اليوم ها يستوديان اوفرت لو دونك مجيل انو بيش يلقى فيه لغيبانس على الهيما كالكاليك هكي كان جمي خود ديسيون متاعو كسوة دونك بيش يكون بشي كامل قلية متاعو في تونس ولا بشي كامل قلية متاعو دونك خارج تونس ،uratه دونك خارج لازنالوا اوفرت طبايما ص realizeه لمو هاتو اللي من القط груп خب 있으면 هستوديان اوفرت تمام دونك ياختم البعماء ها هش نوع بشي كامل الاوفرتات اللي موجه استوديان فى استوديان ع完全 روائد اينÖ بدونك عانس دواميك وخور movie مختصة في مجال الدراسة وليس يتنظم معنى هالزيفن ما هيدو ما بيش تعطي اكثر معلومات على جمع مثلا المهتمين في مجال معين كي نحكي او عسلون هذي بش نحكي على الدراسة في الخارج والوريونتاشون. دونك نفهم انو الضيوف مثلا ولا المشاركين بش يكونوا مزوز اختصاصات دي كونسيه اونيفرستير دي كوتش دي كونسيه دوريونتاشون مثلا ما نعرف شوان تصلاح لي وفي المقابل دي بارتونير مثلا من نوع الكيمة بش يكونوا معانا بعد شوية ان شاء الله مختلف الضيوف يعني عبادة مسؤولين في دي جروب ولا في جامعات اجنبية اللي بش يعطيوا للطالب اثنية نحو الدراسة الجامعية في الخارج اللي بش يكونوا موجودين ان شاء الله مشاكم يعتمدد Bulح والثيتي بالسالوني بش يعطينا بشرط المالذي وحتم نزيط لشيك ج elected واللهات الي منTFارية يظهر المعجلة لي دواوجودة للطونس و أو تعطينا الإشارة لقل الممثلين لهم يكونوا موجودين في تونس محذنة دعونا نكونوا عمليين هم مثلا بالنسبة للممثلين مثل الجامعات لأنه في السلون لم يكن فقط كان الجامعات لم يكن لديه ووركشوب ونرجع لهم بعض الأكتبات والأنشطة التي لم يكنوا حضرين في السلون بشكل مثلا يأتي طالب وإلى التلميذ وإلى العائلة ويقعدوا يصلوا مثلا إلى جامعة الموجودة في توركيا مثلا ولا في الإمارات ولا في فرنسا ولا في أي دولة في العالم وبعد نعطيه القائمة من الدول اللي باش تكون تقريبا حاضرة كيفاش تم العملية شنو الديبلوم هكا تقريبا منحب نبسط للعبات شنو باش يلقاوا ولي باش يكونوا حاضرين إن شاء الله نهار 4 مارس في تونس وخمسة مارس في سفيقس نهار 4 مارس في أوتيل أكروبول في تونس ونهار خمسة مارس في أوتيل أكسيدنتل في سفيقس بغير فالي موجودين طبيق ديجا باش يكونوا حاضرين فيما قلت باشيارة المترجرة فيما الناس في القشرة تقريبا ، يوجد ورشع الابتدار فيما قلت باشيارة الممارسة فيما يوجد ام فالتإنماية حيثين يوجد جديد من الشيارة، ويوجودين يمكن أن تتكلموا منهم بسنات على القيادة ولي عاون التلميذب باش بشي ماجم بيهاما وبشي كما مالبركور في قريطة بيانسور وم بعد ام أقل Stay reward في حيطة لماذا كنت واجهة السالون محمد؟ يعني أنه لا تعرف الدراسة الجامعية ما سيرى بلزر نيفو من يجب أن نقرأ في الباكش نبدأ الدراسة الجامعية نبدأ الدراسة الجامعية في الخارج ولا نجب أن نعمل لسانس ولا برمياراني نحب نكمل دوزياماني ما خلطتش العامل موجهة للناس الكل وإلا فما يشو سبيساليتي واختصاص يعني موجهة لفئة معين السالون وإلا مفتوح للناس الكل هوا السالون مفتوح للناس الكل نجمو تعملوا بيانسور لإنسكريبسيان متاعكم قبل ما ديجا بيش تيخذوا لبادج متاعكم دونك على 3W دونك جي أو point TN والسالون متاعنا بيانسور مفتوح للناس الكل سي غاتويت بيش نجمو للناس الكل ديجا تيخوا لزيانفرماشن اللي حاشتها بها الكل بالخصوص هوا يهم أكثر كتليم ذا الطالباء يخص زيدي كيف كيف الفلاولية زيدي كيف كيف المطالباء 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 بيانسور اي شخص بيانسور عندو اي تسأل ولا عندو اي حاجة موشفة ما زيدي كيف كيف إنا جميكون مرحبب بيه لنه موشمو تعلب انو account المي ذو الا التوديان إذا كان لدينا إيجادة الإنتراء ومعالفهم يمكنهم دعوية الوحيدة مع التجارة عموما في حديث سابقه الأزيارة تكون عائلية ما زالت العائلة التونسية تفكر في الدراسة في الخارج والدراسة الجمعية كمشروع عائلي يعني الناس الكل تعطيف فيه رأي تلميذ باللي حبه هوا البو ولا الام اللي بيش يصرفوا الفلوس اللي ماذا بيهم يطمينوا على والدهم اللي ماذا بيهم ساعات يكون في بلاسة قريبة اكسيسيب المنعنا بشكل عائلة كفش تفكر دونك سيتم بخوجة فاميليا لدراسة في الخارج مازيل تنظر للعائلة تنصيب طريقة هذي هوا توا بصيفة عامة المستقبل متاع ولادهم معناه غي الموضوك هو اللي همهم معناه دونك سي توطافي نغمال معناه بش يكونوا هوا مالحاجات اللي موجودين بيانسوك في صالان هذي تونك كي ما يخص التلميذ بش 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 يخوا دجا ديسيزيون متاعه معناها واحده ولا بش يخوا استيشارة من عند من عند الولياء متاعه نتصور الكل يصب في مصلحته هوا معناها في الاخر تونك مرحبا بيهم ينجموا بيانسوك القاو ومعناها لغي يبنس لكل ماليه ما وجودين بي سؤال اخر بعض دعو بش نرجو احنا بعد الباب بنبدي مستقبل ضيوفنا من الخارج بالفيديو كله ويكونوا حاضرين معنا وناخذوا فكرة على مختلف لدونك لزو بوكتونيتي الموجودة في الخارج واسفل الناس اللي تحب تكون حاضرة في صالون ولا تحب تمشي تكمل قريتها دونك في الخارج عادة نتوصي كيمشي نوعي هذي ما يحشم يحب الشيسئل اه تشجحهم اليوم انو يستغلوا الفرصة يقول لك طو ناخو دي بروشور واللوج الروح اللوج على الانترنت ونكتفي ناخو هاكا كلكو هاكا دوكمان وطو الروح الفرقس يعني مش كيمة تاخو ورقة وكيمة تلقى العابد ساعات المسؤولة على الجامعة ولا المسؤولة على الوجهة الجامعية هذيك قدامك قاعد لغادي كي نجميس لك على اي سؤال يخطر على بالك كيمة تراوح بورقة وبروشور دونك التعامل الانساني يختلف نتصوره احنا اليوم الهنية جوش مبسطو لهم الحكاية ومبسطو لهم بيانسور اي حاجة هون ديجا ممكن تصعب عليهم البروشور اوكي سي امبرتان كهون ديجا بشيشوفوا شنوما الديتايل اللي موجودين فيهم مي يتكون عند الانترنت ديريكت مع نيس هذوما الممثلين تاع الجامعات من احسن جامعات اللي موجودين اليوم في العالم لانترنت ديريكت معنى جنتصع لهم اللي تحب انتي بيانسور ماتخالي حتى شايف لو كانسي سغيرا جوش كانت حب نجمو نعتيو حتى مانيه لنس اللي تسمع فينا وإلا اللي بشتكون حادرة ديجا مانيه في صالان دو لوريانتشون ودي زيوت ديجا مراهو نس نجمو تعتيوكم دي دي تاي بتاتخ انتوما ما تخذوهمش انكانس ديجا بيانسور في لدوسي امتاكم سي ترس امبرتان كونتوما تسلو كل شي دونك راو الحاجات هذية بش تاخذو فيها الاجراءات الادارية والاجراءات الشروط اللي يلزمها تتوفر معنى في اليتوديان في بش ينجم الدوسي امتاعو يكون معنى اه محطوط معنى اه بطريقة صحيحة دونك اليوم استوديان افانتس عطاتك المجيل انك بش تقابلهم دي راكتوما كل شي بش تنجم توفرو اه احنا على كل بعد البيب ان شاء الله نبدو نستقلو فيهم بالواحد بالواحد شكونوا شكون حاضر معنا ممثلين عن الجامعات في تركيا وايضا في دولة البولوني بش نحكيوا على الدراسة الجامعية في الامارات المتحدة وايضا في اسبانيا ومازلنا بشرجوا لتفاصيل اخرى شونا تنجمو تلقوه في اه سالون التوشيه الجامعي ودراسة بالخارجة تنظيم استوديان ايفنت ايام اربعة وخمسة مارس اربعة مارس في تونس وخمسة مارس في سفيقس بيش نحكيوا ايضا نشكونهم لباكتسيبان اضافة الى ممثلي الجامعات والكوتش والاخصائيين الجامعيين اكتر تفاصيل تسانا فيكم بعد شوية ديمة في الوفم سبيسيال راديو كومبيوس حبيبكم ناس الكل في اليوم في الستوديو سي محمد لهميندي شارجي دافة ديفلوفمان كوميخسيال في استوديان ايفنت اسلامة سي محمد نوارتنا نحكيوا على استوديون ايفنت اللي يتنظم صالون التوجيه الجامعي والدراسة بالغارج ايام اربعة وخمسة مارس في سفيقس دونك الموعد بش يكون اهم جدا لا يمات الجاة بالنسبة لكل طلبة تلميذ العائلات العباد اللي ناوي يتأخوا فكرة دونك قاعدين بشوية بشوية نكتشوف في تفاصيل السنو وخاصة بش نستقبلوا كما قلنا اتباعا مجموعة من الضيوف شكونا حاضرين معانا خلنا نستقبل ضيفي سيد سارمد كاظم راشد جينيرال مانجر في كوفا جروب الكوفا جروب اللي يتنجم وتلقوها بقوة دونك في تركيا وايضا في بولونيا عبر مجموعة كبيرة من المؤسسات الجامعية استاذ سارمد مساء نور مساء الخير خياكم الله احنا وسهلا سعيد جدا انو مهيش اول استضافة ليك معانا نترجع معانا في الو ايفام سبيسيال غاديو كونبوس نحكي واليوم على مجددا ساعة قبل كل شيء دونك تضامننا اللامتناهي مع الاشقاء في تركيا وكل المدن المتضررة طبعا من الاحداث الاخيرة دونك الزلزال مجددا ان شاء الله يا ربي بكل خير يعني تركيا التي تعرف تنهض خلينا نقول من رمادها ومن حطامها وتؤسس لوجهات جديدة تركيا عشر او خمسة عشر سنة التالي لم تكن وجهة جامعية كبرى اليوم تركيا تستقبل سنويا عشرات الالاف من الطلبة الاجانب من مختلف انحاء العالم في عدد كبير من الجامعات الكبيرة هكو ليلي استاذ صحيح صحيح تحياتي لكم وشكرا عن الاتباسة وشكرا لمشاعركم الكريمة رحم الله والشهداء وشاف الله الجرح طبعا الحديث عن تركيا صراحة يطول في شتى المجالات لكن خلينا نختصر الكلام عن الدراسة الجامعية في تركيا تركيا حقيقة تتمتع ببنية تحتية تعليمية قوية شهادات الجامعية فيها شهادات معتمدة في اليونسكو والاتحاد الأوروبي شمال أفريقيا أيضا وشرق آسيا الجامعات فيها من المختبرات الكثير والكثير من الأدوات فيها من المكتبات أيضا فيها من المصادر الدراسية التي توفر للطالب طبعا تكون مصادر دراسية حديثة تحدثت عن الشهادة لنعرفها أيضا أن عدد كبير من الجامعات الأجنبية ذات السيطة العالمي استقرت و أحدثت لها فروع في تركيا وهذا مما يدعم نوعية الشهادة المقدمة من هذه الجامعات أكيد طبعا اليوم الجامعات التركية أو مجلس التعليم العالي التركي وجه الجامعات بإعداد الطلبة إلى سوق العمل ولذلك تلاحظ أن تركيا تعتبر قوة اقتصادية أنا شخصيا أسميها هي صين ثانية على أبواب الشرق الأوسط فالطلبة أثناء الدراسة في الجامعات التركية يتم إعدادهم لسوق العمل بعد التخرج بحيث يكسبوا مهارات يكسبوا سكيلز قوية جدا ما يمتح لهم إيجاد فرص العمل بكل سهولة طبعا هذا سببه هو قوة الشهادة الجامعية حتى على صعيد الدراسة الأكاديمية يستطيع الطالب أيضا الذهاب بعد التخرج من تركيا الذهاب إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى كندا ويكمال دراستها الجامعية سواء الماجستير أو الدكتوراه بدون أي مشكلة ماذا عن الحياة الجامعية أستاذ سرمت كاظم راشد شاهدنا صور وسمعنا شاهدات في حلقة سابقة من البرنامج عن طلبة يعني عن عن الجامعات وعن الحياة أيضا ما هيش فقط دراسة ولكن الحياة أيضا حياة جامعية حياة مؤمنة حياة مركبات جامعية كبرى هذا يهم العائلة تونسية نتخل عليه فكرة أيضا أكيد طبعا أكيد العائلات التونسية عندما ترسل أولادها إلى دراسة طبعا تركيا بلد رخيص هذه أولا ثانيا مكتفي ذاتيا ثالثا الكلفة المعيشة هنا يعني لا تقارن مع أوروبا قد تصل إلى نصف كلفة في أوروبا بالنسبة للسكنات الطلابية فهي تكون سكنات داخل الجامعة داخل الكامبوس الجامعي فيها سكيوريتي عالي فيها كاميرات مراقبة فيها أمن فيها أيضا فاسيليتيت فيها تسهيلات كثيرة كمطابخ كمكتبات كمثلا طاركس اللي هي جيم خلي نقول فيها مسابح أيضا طبعا تعتمد من جامعة إلى جامعة ومن مكان إلى مكان لو تسمح أن أستغل حضرك معنا أستاذ سرمد أنك جنيور مانجر في كوفا جروب أيضا الذي يمد الصلة مع الجامعات البولونية هل تعتقد اليوم غير معك البلاد والوجهة اليوم في ظل ما يحدث في أوروبا وشرق أوروبا من حرب روسية أوكرانية اليوم الجامعات البولونية خاصة في الاختصاصات الطبية مثلا والشبهة الطبية نجم تكون بديل لمثلا الجامعات الأوكرانية اللي كانت تستقبل الأليف والمئات من الطلبات وينسا سنويا مثلا يعني صحيح 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 بعد الحرب الأوكرانية طبعا صار التوجه على بولندا على بولونيا لأسباب كثيرة أولا التعليم في بولندا يعني شنتكلم عن تعليم يضع تعليم عمره أكثر من ستة مئة وخمسين سنة هذه واحدة ثانيا تصنيف الجامع للجامعات البولندية تصنيف عالي ضمن يعني التصنيفات العالمية سواء كانت كيو أس رانكينج الأمريكي أو شنقهاي أو غيرها ثالثا الآن في ظل التضخم الاقتصاد اللي يعيشه العالم سواء بأسعار النفوط أو بالمواد الغذائية وغيرها وغيرها بدعة العائلات تبحث عن ماذا؟ تبحث عن أسعار دراسية مناسبة لدخلها تمام؟ بولندا أو بولونيا كما تسمينه أسعارها الدراسية يعني تكون يعني مناسبة كثيرا لدخل العائلة في الشرق الأوسط يعني هتكلم عن تقريبا 3000 إلى 3500 يورو في السنة طبعا أيضا هذا بغض النظر يعني عن الأجور الدراسية أيضا الطالب يستطيع أيضا العمل في بولندا 20 ساعة دراسية رسميا يعمل فيها طبعا كبارتايم ويضع فتن إلى أنه يسمع له التنقل في أكثر من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي بدون أي مستمسك أو فيزا أو أو إلى آخرين فقط بهوية الطالب شكرا أستاذ انتظاراتكم من الصالون بش تكونوا حاضرين إن شاء الله ضيوف بناتنا شو الكلمة اللي توجهها للطلبة للتلميذ للأولياء والعائلات في تونس لحضور الصالون إن شاء الله طبعا إن شاء الله سنكون سعداء إن شاء الله بلقاءكم وجها لوجه الأسبوع القادم إن شاء الله في المعرض يعني كلمتي للأهالي أو الطلبة أشجعهم طبعا على الحضور ستكون هناك فرص دراسية ستكون هناك منح جزئية موفرة من الجامعات التركية أيضا ستكون هناك سرعة في استخراج القابلات الدراسية ما تتجاوز الأربعة وعشرين ساعة لأي طالب مهتم في الدراسة ننصحهم بجلب مسلم سكاعتهم أو وطائقهم حتى يتم التقديم لهم مباشرة أثناء تواجدهم في المعرض شكرا ليك فضلك يعطي كلف صحة أستاذ سارمت كاذم راشد جنرال ماتجر في كوفا جروب حدثنا معه عن الدراسة الجامعية في تركيا وفولندا نرجع لك محمد في انتظار ويلتحقوا بنا ذقية الأضيوف محمد هماندي شارجي الديفلوبمون كوميرسال في استوديون إيفنت اللي تنظم إذن المعرض صالون التوجيه الجامعي ودراسة الجامعية في الخارج أيام 4 و 5 مارس 4 مارس في تونس و 5 مارس في سفيقس نفهم أنه يعني الدول اللي بيش تكون حاضرة بقوة نجمو ليخذوا فكرة عن تقريبا الدول اللي بيش تكون حاضرة في السالون سواء عبر ممثلين ديبلوماسيين رسمين اللي بش تكونوا حاضرين وإلا عن طريق ممثلين دونك متع الجامعات همالي شالب شكو لحاضرين دونك لي بش تكونوا موجودين في السالان بتع الوريونتاشن ودزيوت الالترانجي فان بيانسور لس أمباسات كما لامباسات دو فرنس لامباسات نتعالي تالي البريطانيا انغاري المانيا إيطاليا مالتا فان مزيدة كيف كيف في سبانيا دونك بخاتيك ما هذو ما معنها اللي بش تكونوا دجا موجودين كما فان مزيدة كيف كيف دونك اللي كابيني دي كونسي اللي هوم متخاصين في الدراسة وبتبيع الجامعات التونسية ومختلف الجامعات في الدول في العالم الكل موجود إن شاء الله بولونيا مالتا تركيا ألمانيا كندا اسبانيا فرنس الوحيد المتحدة الامارات المتحدة بريطانيا والامارات ويطاليا وبارشا والامارات والجميل إنو كيتحكم المختصين يعني كيعطي في الديتائي مثلا لحكاية تعويض الدراسات مثلا الطبية وشبه الطبية كانت في دول معينة تبشي للدول الأخرى على كل ما زلنا بش ناخدوا تفاصيل إحنا بعد شوية راجعين معاكم في الويفم سبيسيال غاديو كومبوس بش نكملو نهزوكم الاسبانيا بش نهزوكم زادة الامارات ومازلنا بش نرجعو نحكيو خاصة على مختلف الفقرات والورشات اللي بش تلقوها في صالونة توجيه الجامعي والدراسة الجامعية في الخارج أيام 4 و 5 مارس من تنظيم ستوديو إيفنت رنجعو بعد لحظات ايفم أحلى راديو مرحبا بكم نسكن معنا في الويفم سبيسيال غاديو كومبوس نحكيو على صالونة التوجيه الجامعي والدراسة الجامعية في الخارج أيام 4 و 5 مارس بين تونس واسفاق ستوديو إيفنت ستوديو إيفنت ستوديو إيفنت بالنسبة لي بش تقرب أكثر للخدام بربي سويل بشيكون فما سيت مثلا فما حجيش تتبثة عن ليني للي مناجمو شجيو نسكن بارك وقالا بعد معطيات تتحط على صفحة على صفحة على صفحة تتوديو إيفنت مرحبا محمد مجددن نحن نجمو دجا يتخلو علي ويالقاو علي دسانفرمات لقل بشيكون فما بيانسور على صفحة الفيس بوك على صفحة على صفحة ويالقاو وفما كيف كيف في صفحة على صفحة وو جو وطن voilà لدي ويالقاو على صفحة للمسيق ويالقاو إبداعي ويالقاو ويالقاو إبداعي على صفحة ويالقاو لنجم جديد لنجم نجم نجم فرشة لنجم في إبداعي و و نجم نجم جيد لدينا مجموعة في المنزل في المنزل لدينا مجموعة لدينا كل شيء إن شاء الله من أكثر الوجهات في سنوية الأخيرة بالنسبة لتوينسا والتي أحد من الوجهات المفضلة لا نتحدث بالانجلي ونترجم بالعربي في وقت لنوضيفتنا تتحدث اللغة الإنجليزية لأن نزوكم الإسبانيا واحد من المنزلات المفضلة في المنزلين المفضلة لدينا مجموعة في المنزل سيدة جيدة ومجموعة جيدة من المنزل كيف تلك المنزل في المنزل الآن؟ لا يزال لا يزال لا يزال كيف تلك المنزل في المنزل؟ لا يزال في المنزل في المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل من المنزل المنزل من 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 المنزل and mong student from europe and it's because the quality of education is amazing but we are talking about public education where the students from any country, students from took يتضعف هذا راجع لنوعية تشهيدة جيدة جدا وأيضا إمكانية لكسي للتعليم العام العمومي في إسبانيا وما يوفروا من منح ومن فرص هما برشا بالنسبة للطلبة وطالبات اللي يمشيوا الإسبانيا What can we tell the students or the future students in Spain about life students in Spain because as we know Spain and most of the town and the cities in Spain are living proof of life they don't sleep, there's always action, there's always cultural events it is real like that or just in movies? I would say it really is like that honestly it's a very enjoyable country although if you're up for more relaxed lifestyle, you can have more relaxed life but if you like meeting with your friends, spending time on the beach outside your home, in the restaurant, meeting friends, people from all over the world being in the dynamic environment of beautiful and vibrant cities that's the best city in the world to do that سألت على الأجواء والحياة في سبانيا لأنه عموما الفكرة أنه سبانيا دولة حياة برشا لا ترقودش هتا تشوفوا حتى العباد تبع الكورة ما تشوفتوا نسعد بدأ لحداشم تعليل بتوقيتنا نحن عبادة تصبح لونك بالضابط تأكد هذي بلاد تحب الحياة بلادي نجم يقر فيها الطالب ولكن أيضا يمارس حياة اجتماعية ومجتمعية أهم جدا وأيضا كان يحب زادة يلوش على الراحة والغلاكساسيون هذا متوفر جدا يمكنك ان نتحدث قليل بها. نعم بسبب المدرسة عن هطلوبنا في هذه الح plugging. نعم نعم بسبب المدرسة عن ذلك من المدرسة nogle مدرسة كبيرة، نعم بسبب المدرسة أنك تحديد المدرسة في الفرنسة أو آخراط شرقيا. نعم نعم. هذا جوان. ما فيها نعم. أنك تحديد المدرسة عن أمام الدرسة. وأيضاً. أمور السياسين في البداية يحضرت بها المغربية والتحديث بها المغربية والتحديث. لذلك المغربية مرة إخدام البعضية من المباشرة على السبب والمستخدرائي على المستخدر ومستخدر υبر الأولويات. يعطي أن أردت إلى تعلق بالموازفة في سائل يمكنك أتفاد hic的話 ولكنك أيضا أ pesد الم pilوي معه في أي ويديك أخرى كيف تضعت في أولاً großes في سنة أطلال عاماً على اتنطلال الأخبار إ也 لتحدث التالي حلت لتحدث الأشخاص في سائل يجب أن يظهر بساطة الاجتماعية عندما يسحن فيها عاماً يجب أن يطلق هذا هل تطلبهم هذا؟ نعم 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 كل سنة المنشفين في البداية يتجدون أن يعمل في العمل من أجل 30 أجل بما أن العمل لا يتم تتفيد ومع المنشفين ومع المنشفين هم يتجدون أن يعمل نوعية الشهادة الممنوحة من الجامعات الإسبانية تأكد مدام كوزيا أن المراقبة وضمان من الاتحاد الأوروبي كل الشهادات الممنوحة من الجامعات الإسبانية الخاصة والعمومية معتمدين مختلف الدول الأوروبية مما يسمحوا لطلبة بيشيخ دمو في إسبانيا أو في مختلف الدول وسألتها منهم حكينا على الخدمة القانون الإسباني يسمح لطلبة بيشيخ دموه وهما يقرأوا القانون يسمح لهم إلى حدود 30 ساعة في الأسبوع إذا بطبيعة التوقيت متاع العمل المتاحهما يتعارضش مع الكالاندريي وجدو الأوقات متاع العمل شكرا ومن المتاحهما مريكات المتاحهما وممتاحهما بهذهب الخاصة اشتركوا في القناة 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 دونك هذي الكل مهم برشة زيدي كيف كيف يحضروا معناه في الكنفيرنس فما بيانسور ديزانيماسيون فما ديزجو زيدي كيف كيف فما ديكادو زيدي كيف كيف للربح دونك فما زيدي كيف كيف دونك المختصيين متع التوجيه الجامعي اللي هوم زيدينا جميعا ونو برشة في الشواء متع اللي نجمي يحضروا معناه هالي تودين خاصة انو للأسف سواء كانت المعاهد انتعنا او الجامعات انتعنا ناقص برش على مستوى التوجيه على مستوى هالمختصين اللي يقعدوا مع الناس اللي يفهم ويكون خدمتهم وتكون خبرتهم دونك فورصة بش مشيوا للسالون هذي تلقاوا عباد خدمتهم التوجيه الجامعي يقرأ كنتي بخوفايلينج متاعك شنوى الاهتمامات متاعك سيتا مهنة راول عبادة وتفهمش انه التوجيه الجامعي وكون استضافنا ناقف الويفم سبيسيال غادو كوفيوس عكثر مرة مختصين يعني سيتان ترافاي وما هوش سهل اذي خبرة تكتسب سنوات بش يكون إنسان مختص في التوجيه الجامعي دونك يعدي سنين سنين للأسف ما يمشيوش نشوفو حتى بالنسبة لتلام ذا اللي يعملو لهم التوجيه حتى المدرسي ما يمشيو لهمش عباد يحكيو معهم على ميهن المستقبل ولا على شو بش يكون في المخشي ترافاي ولا شو المخشي متاع الجامعات كيف كيف بالنسبة للجامعة دونك فورصة اذي بذو ما عبادش تقابلهم ومبلاش وتاخد نصيحة اللي بش تقاهو الغادي لابس باج ومكتوب عليه مسؤول وامشي ووسقلو دونك سي اكسيسيب لاتو المانت هو اكسيسيب لاتو المانت وكما قلت انتي دونك ما فاماش احراج بالعكس انتي اليوم اراه وتبني في مستقبلك والمستقبل اللي بش تبني هذي لازم يكون مبني على اسوص صحيحة دونك انتي يزمك تعرف روحك اليوم اشنو تحب الضبط والناس هذي هراهي لهنا موجودة ووفرناه بش بش يعاونوك انتي بش تنجم تكسب اه الثقة هذي وتاخد ديسيزيون معناه ليبيها الفايدة وغدوة بش تنجم تكون معناها فعال في المجتمع بعد شوي نزوكم الامارات العربية المتحدة من الدول بش تكون حاضرة كما قلنا في صالون التوجيه الجامعي ودراسها الجامعية في الخارج من تنظيم استوديو ايفينت سيام 4 و 5 مارس 4 مارس في تونس 5 مارس في سفيق سنرجع لكم بعد لحظات ايه في محل الراديو لجعنيكم في الجزء الاخير من الوفم سبيسيال غاديو كومبوس نتحدث عن صالون التوجيه الجامعي ودراسها الجامعية في الخارج نظم استوديو ايفينت سيام 4 و 5 مارس 4 مارس في تونس و 5 مارس في سفيقس 5 مارس في محمد الحمد الحمد للشارجيه الدفلوب من كوميرسيال في سيديو ايفينت إضافة اذا كما قلنا الى ممثلي الجامعات كما قاعدين نقذ وضيوف من الخارج عبر الهاتف بش يكونوا حاضرين مؤسسات اخرى مثلا دي زنباسات سفارات من عبش ينادي دي كوتش 4 مارس في التعليميه الجامعي ودراس في كومب الزبط بش يلقاوا العبادة اللي بش تمشي للسالون هم بشي القاو عبارة العالم مصغر معنية موجودة من الانفرماشن خاتيكم اللي بشيكونوا موجودين دنك لزنباسات كيمة فرنسا كيمة إيطاليا كيمة بريطانيا كيمة انغاريا كيمة مالتا كيمة اسبانيا الامارات زيدة بشيكون دجا موجودة فما الكابيني دي كونسي اللي قناهم المتخصين في التوجيه الدراسي كيف كيف زيدة دون كل جامعات زيدة كيف كيف بشيكونوا موجودين جامعات تونسايا و جامعات من كمن انحاء العالم احنا خنواصلوا جولتنا في كيف تنحاء العالم كما قلت انت نهزوكم مباشرة للامارات العربية المتحدة في سنوات الأخيرة أصبحت و قاعدت تحول بشوية بشوية نحكي وعالت تطوري فوقت لثمي ورامي بالميه سنويا في عدد تطلبة لجنبي مشو الامارات ويو الامارات ميش فقط تسيح ومتع شوپنج لتعدي راسها بمتئيز سعيد جدن يحضر معنا donc très heureux دعكوير مستفا ديوب رواليسي المنجر في الامارات العربية المتحدة شكرا مستفا شكرا مستفا كيف كنت تز يجب أن يريدون باستجارة الدماء يأتي لتبع لذلك كلامة لتبع اثناء عليهم صنعاتهم تغيير تكفي حقاً كبيراً أبداً منزل لذلك كل تجارة دمائية في الدفع ومكيفية الباب تتعجب على دبي أكبر أتمنى ليس من قلعاً يسألوني معهم ويجعلون بيجانبه في حالي، ويجعلون بسيارة جدا، ويجعلون بسيارة دوباي، ويجعلون بيجانبه في مدينة. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعمل ع الاني الى العلمين يكون حضرًاها بشرة الأخرى وشكرة التعليسي يجب على طريق الانواجهور اعضّل الانواجهاء والمعارضة ومع المحات الاني الى العالمين والمعنج الى الاني الى الاستخدام ليس بما عمانا الاستخدام المدين للمذارب فقط بحديث في الاطلقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة